بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن التهاب الاعصاب السكري او اعتلال الاعصاب السكري حاجة بيمر بيها معظم مرضى السكر وبتسبب لهم مشكلة كبيرة يمكن اكتر من مرض السكر نفسه واحنا اقولنا ان مرض السكر ده مرض صامت وده بيظهر في حاجات كتيرة جدا من ضمنها التهاب الاعصاب هنتكلم في الحلقة دي عن ببساطة جدا عن ازاي الدكاترة بتشخص التهاب الاعصاب ان دوت اعتهاب اعصاب سكري وتفرق من بين انواع الالتهاب الاعصاب الاخرى وهنخش بقى بعد كده على طول على الادوية والعلاجات والفيتامينات واهمها الفيتامينات اللي المريض بتاع السكر لازم ياخدها فااا يعني الدكتور اول ما انت بتروح تشتكيله بانك انت عندك الام في جسمك عندك اوجاع في جسمك عندك تنميل عندك شكشكة بيبدأ يسألك بعض الاسئلة ويجرى عليك بعض الاختبارات اللي يعرف بيها انت الالتهاب اللي في الاعصاب اللي عندك ده من السكر ولا لا اول حاجة بيشوف مدة السكر اللي عندك قديه مضى قديه على السكر اللي عندك كل ما الانسان مضى عليه مدة طويلة في مرض السكر وبالذات لو مش مضبط السكر يبقى بنشك بنسبة كبيرة جدا ان الالتهاب العصبي اللي عنده التهاب عصبي سكري كل ما السن كبر السمنة التخنة لاخبطة الدهون بيبقى الدهون اللي عنده الدهون السلسية والكوليسترول مش متزبط برضو ده بيدي الارم كده الدكتور يقوله ان الالتهاب اللي عند المريض ده والاعراض اللي عند المريض ده من التهاب العصاب السكري بيلاقي بقى المريض بيشتكل الدكتور من ايه بيقوله انا عندي حرقان في الرجلي وحرقان في الاطراف الصفلة بحس بلسح بحس بتنميل بحس بكهرباء رجلي بتتكهرب بحس بنار ايدة في رجلي كل ده بيزيب الليل عنه بالنهار بيحس بحاجة بيسموها هيبر الجيزيا يعني ايه يعني لو جيبت انا مثلا معلقة بلاستيك ومشيتها على رجل الانسان العادي مش هيحس بيها لكن اللي عنده التهاف في الاعصاب بيحس بقلم رهيم مجرد ان انت تمشي حاجة زي قلم لبيست قلم ولا معلقة بلاستيك على رجليه بالراحة خالص حاجة ما تخليش الانسان العادي يتقلم هو ممكن يتقلم منها ويدايق منها جدا والدكاترة بتكشف عن الحكاية دي بيمشي دايما عندهم حاجة زي شوكا بلاستيك كده بيمشوها على رجل العيان ازا حسب قلم بيتأكد ان هو عنده اعتلال في الاعصاب طيب اه ازا هذه الحالة بيبقى دايما المريض عنده ويكنس عنده ضعف بيجيله ضعف في جسمه بسبب اعتلال الاعصاب السكري عشان يفرق بقى الدكتور بين التهاب الاعصاب السكري ده اللي عنده المريض ده من السكر ولا من امراض تانية التهاب اعصاب تانية زي عارق الناسة اه لازم التهاب الاعصاب ده يكون متماسل في الطرفين يعني يكون في رجليه اليمين وفي رجليه الشمال زي بعض وقديه اليمين وقديه الشمال لكن لو في رجل واحدة احنا بنشك فيه ان هو حاجة تانية يروح لدكتور اعصاب لانها بتبقى غالبا عارق الناسة ده باختصار بسرعة جهة الاعراض بتاعة التهاب الاعصاب الناتج عن السكر ايه بقى العلاج اللي ضروري كل مريض يتبعه علشان ينجو من هذا القلم الرهيب والمرض الرهيب اهم حاجة يقولك دايما يقولك زبط سكرك زبط سكرك ومريض السكر ما نفسه شو زبط سكره ومريض السكر نفسه سكره ويرجع تاني زي زمان زي يام الشباب ويبقى احسن حاجة بس الدكتور يازم يقوله ده زبط سكرك ودايما يلقي اللوم على المريض في اللخبطة في السكر ولكن اه اه يعني الاتجاه الحديث لان تزبيط السكر يا جماعة هو مسئولية الدواء والغذاء والاعشاد يعني ايه يعني مريض السكر بيمشي اه على نظام غذائي كويس اه بيقلل من النشويات بيقلل من السكريات اه ممنعهاش خالص يعني عاوز يصوم يصوم في انواع للصيام كتيرة ده لازم يدور على اعشاب واحنا اتكلمنا على اعشاب كتير قبل كده يا جماعة مفيدة في مرض السكر وكل واحد بيختلف فيها من واحد للتاني في واحد اه اوراق زيتون بتجيب معا نتيجة كويسة في واحد الحلبة بتجيب معا نتيجة كويسة في واحد القرفة بتجيب معا نتيجة كويسة في حاجات كتيرة اعشاب كتيرة بتجربها بتركيزات قليلة الاول واذا مشت معاك بتزاود تركيز لغاية ما تزبط معاك اه السكر الادوية بتاعة السكر اللي تزبط لنا السكر مفيش يا جماعة حاجة اسمها دوا واحد هزبط السكر يعني تقول مسلا انا همشي عجلوك وفاش بس ممكن اه ده في اول السكر المتفورمين يعني انا مش عليه بس اه اه لكن اه الناس اللي تقدم بهم الوقت مع السكر وزاد عندهم السكر بدأ يعمل مشاكل في الاعصاب بيحتاجوا دويين او تلاتة من اللي بيزبطوا السكر من الانواع الحديثة وبنبطل الانواع القديمة كازا حلقة قبل كده اتكلمت عن الانواع القديمة بتاع السكر زي عيلة الامريل وعيلة السلفونايليوريا احنا يا ريت نبطلها لان هي بتسبب بهدلة للبنكرياس وبتقدي الى مشاكل اكتر من فويدها بنمشي على دويين او تلاتة وساعات الشركات الادوية بتجمعهم في قرص واحد بتلاقي القرص الواحد مكون من حاجتين يقول لك مثلا كازا بلس تمام اه كازا فورت ده الدواء ده بيبقى حاجتين للسكر وفيه بعض الحاجات نازلة دلوقتي تلاتة ادوية للسكر بيبقى عبارة عن متفورمين وحاجة بتنشط البنكرياس بطريقة طبيعية اه زي النظام الطبيعي اسمها جليبتن واحد من العلاج الجليبتن وواحد من اللي بينزل السكر الزيادة من الدم في البول عيلة الجلوفلوزين التلاتة ادوية دول اتكلمت عنهم في حلقات وممكن احطولك لينك هنا للحلقات للكلام عنهم وايه اللي موجود منهم في مصر والكلام ده عشان تزبط سكر واذا الحاجات دي ما زبطتش السكر بنبدأ نخش نديه انسولين معها الادوية دي مش انسولين لوحده معادش حد بيدي انسولين لوحده يا جماعة اي واحد بياخد انسولين للسكر لوحده ده غلط لازم تاخد معاه على الاقل خالص جليكوفاج او اللي اسمه متفورمين او تاخد يستحسن تاخد التلاتة ادوية دول وتزود بقى ايه انسولين لغاية ما السكر يتزبط والكلام ده احنا بنقوله لكل الدكاترة وبقى معظم الدكاترة دلوقتي عارفينه خرجنا من مرحلة تزبيط السكر ده ونزلناه الصايم يبقى تحت مية وتلاتين والفاطر تحت مية وتمانين والتراكمي تحت سبعة كل الارقام دي اتزبطت على كده ده العلاج ده اهم حاجة في علاج السكر تاني حاجة بقى بنيدي فيتامينات معينة لعلاج السكر فيتامينات للناس مخصوصا للناس اللي عندهم التهاب في الاعصاب ويفضل ان بقيت مرضى السكر ياخدوها كوقاية وكالتحسين للسكر عندهم اول فيتامين او مادة بنديها لهم مادة اسمها الكارنتين الكارنتين ودي اتكلمت عنها في حلقة مخصوص هحط لك اللينك بتاعها هنا او في اخر الفيديو ترجع لها رجاء ترجع لها لان فيها كل الفوائد بتاعة الكارنتين وهو دوة مهم اصلا لزبط السكر وفي نفس الوقت غزاء للأعصاب غزاء الاعصاب بتتغزى بالقل كارنتين والعضلات تتغزى بالقل كارنتين اسمه في الا pride عندنا اا اا اه الvenir كارنتين وفي نوع تاني القل كارنتين بلصف معها زينك واسمه كمان كارني فيتا او كارني فيتا زينك برضه او كارني فيتا فورت النوعين دول اا الاتنين دول القل كارنتين اللي موجودين عندنا في مصر اا انت لو في اية دولة عربية تانية هتلاقي القل كارنتين هكتبوا لك على الشاشة بالعربي الكارنتين تاخد الاسم وتروح لأي سيدلية تاخده ده فيتامين بتاخد جرعة ما لا يقل عن الف ميلي جرام يوميا اللي هو ارس واحد ارس واحد كبير الف ميلي جرام جرعة الالف دي مهمة جدا تاني فيتامين وده فيتامين مهم جدا جدا هو الكو انزايم كيو الكو انزايم كيو فيتامين كيو وده مهم جدا جدا لانه مضاد الاكسادة. من اقوى مضادات الاكسادة اللي اه المريض بيحتاجها وبيقي الاعصاب اللي هي حوالين الاعصاب بيقيها من الاكسادة وبيقيها بيقي الاعصاب من ان هو يتلف. وبرضو انا عملت حلقة كاملة عن الكو انزيم كيو. حطولك اللينك بتاعها هنا او اه او في اخر الفيديو. بحيس انك انت ترجع لها وتعرف على كل تتعرف على كل فوايد الكو انزيم كيو. وكمان ان هو بيحمي القلب. مش بس الاعصاب بيحمي القلب كمان. والجرعة بتاعته اقصى جرعة له اه ميت ميلي جرام. ممكن تاخد من تلاتين ميلي جرام الى ميت ميلي جرام في اليوم. تالت فيتامين وده اهم فيتامين وده بقى اهم واحد وهو من اكتر واهم الحاجات المضادة للشايقوخة. مش بحتى بس للسكر. وهو الالفا ليبوك اسد. حمض الالفا ليبوك. وده انا بوصي كل الناس اللي تاخده. الوحيد اللي ما ياخدوش اللي هو عنده حساسية. ياخدوه اللي عنده حساسية خلاص ما ياخدوهش. اه غير كده كله لازم ياخدوه. الالفا ليبوك اسد بيقولوا عليه ابو يعني اللي هي مضادات مضادات الاكسادة زي فيتامين سي اللي موجود في الموالح والليمون والكلام ده. هو ابوها بقى. ابو مضادات الاكسادة. وابو فيتامين اي اللي هو فيتامين هي. يعني هو اقوى اقوى عامل مضاد للاكسادة. وبيعتبر غزاء للاعصاب. هو المادة التي تغزى عليها الاعصاب. النيوتريشان بتاع النيرف. فده مهم جدا 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 ليه الجهاز العصبي وما فيش مريض سكر ما ينفعش ان هو ما ياخدوش. سواء عنده التهف العصاب او ما عندوش. لان هو حتى بيزبط السكر. وبيخلي الخلايا تحرق السكر. تزود حرق السكر. وبيغزي الاعصاب. موجود عندنا في مصر اهم منتج له الالفا ليبوك اسد. وينكن في بعض الدول العربية كمان اسمه صيو تاسيد. وفيه له اسماء تانية. ممكن ات بحط لك اسماء تانية على الشاشة. اه برضو اه من الادوية موجودة الالفا ليبوك اسد. اي حد في دولة عربية ما عندوش الصيو تاسيد او النصناف اللي انا حطاه على الشاشة دي ممكن ياخد الاسم ده ويروح الاجزخانة يجيبه. الجرعة بتاعته بتصل الى ستمائة ميلي جرام يوميا بيمشي عليها المريض على طول. وفيه عندنا في مصر كمان الالفا ليبوك ده خلطينه مع فيتامين به اتناشر وبه واحد والكلام ده. ده بالنسبة للفيتامينات اللي تتاخد لمريض السكر. هتقول لي طيب يا دكتور فيه حقن حمرة كده بيه اتناشر وفيه اراس اسمها ملجة. تمام? حقن ديبوفيت او حقن بيتولفيكس او ليفابيون او اراس اسمها ملجة. دي اه فيتامينات بيقولوا عليها حلوة الاعصاب حتى تلاقي الشركة كتبة عليها يعني للاعصاب وكده. والله البحث اللي معنا النهاردة اه جمع ابحاث كتير عشان يقول يعني يأكد فوائد الفيتامينات دي للاعصاب. فلم يجد لها فايدة كبيرة للاعصاب في مريض السكر. ولكن انك انت تاخد بيتناشر ده مهمة قوي. ليه? لان الجسم نفسه والاعصاب نفسها في تغذيتها بتحتاج لبيه اتناشر. دي حاجة. تاني حاجة الجماعة اللي بياخدوا جلوكوفاج دايما فيتاميين بي اتناشر عندهم بيبقوا ليل فبياخدوه حقا. فده بننصح ان احنا ناخدها ولكن ليست هي الاساس في علاج الالتهاب العصبي بتاع مرضى السكر. نيجي بقى اللي المهم واللي لازم كل مريض سكر يعرف يا جماعة العلاج بال بالفيتامينات اللي احنا قلنا عليها دي اه يعني بيجيب نتايج اه لوحده مع نسبة بسيطة من مرضى السكر. لكن بقيت مرضى السكر عشان نتغلب ونقضي على التهاب الاعصاب بتاعهم ده نهائيا لازم بندي دواء للعصب. عشان نمنع ان احنا العصب ده يحصل له تدهور. اهم دواء بيتاخد لالتهاب الاعصاب المادة فعالة اسمها دولوكسيتين. المادة اسمها دولوكسيتين. المادة الفعالة دي موجودة في اكذا دواء. منهم دواء الدواء الاساسي المشهور جدا اللي هو الاصل بتاعها يعني اسمه كيم سيمبلتا. اه وموجود بابداي اللوه في مصر كتير عندنا عندنا دولوكسي برين وعندنا كابلتا وآآ ادويتين ونيرالتا. ادوية كتير ممكن احط لك بعد صورها هنا. بحيث انك انت لو ملاقيتش السيمبلتا ده في الصيدلية او لقيت سعره غالي تشوف البديل الارخص له اللي يناسب ايه اه اه يعني مناسب مقدرتك. لكن ده لازم يتاخد. بيتاخد الاول لمدة اسبوعين بجرعة وصغيرة تلاتين ميلي جرام. ثم بنزود بعد كده الجرعة الى ستين ميلي جرام ويمشي عليها المريض بتريحه بتريح العصب خالص وبيحسش بحاجة. الدواء ده عشان بس تعرف هو من فصيلة الادوية المضادة للاكتئاب. ولكن لما استخدموه للاكتئاب لقوا المرضى بتاع السكر المكتئبين اه اللي بياخدوه للاكتئاب لقوا ان عصابهم بترتاح وبيجي لهم يعني اه تخفيف للالام بتاع السكر بدعهم. فبقى ده بدل ما بتكتبه للاكتئاب يعني بنسبة واعينة بقى ينصح به لمرضى السكر. في اه ادوية تاني فيه دواء تاني اسمه جابابنتين وده اه دواء صرع. اه اه يعني ما بنلجأش له الا لما يكون الدولوكستين ده مش جايب نتيجة مع المريض. وبرضو ده موجود في الصيدليات تحت اسم كونفينتين وجابابنتين وجابي ماش يعني ادوية برضو هحط لك اه اسمها. اه بس ده يعني اه طبعا هو والادوية دي عموا لا ينصح باستخدامها الا بوصفة طبية. اه اخر نوع بقى من الادوية وهي ادوية اه معينة ما بنحبش ان المريض ياخدها نظرا لان اعراضها الجانبية بتبقى كسير. هي عيلة اسمها عيلة او عيلة مغضات الاكتئاب سلاسية الحلقات. واهم واحد فيهم اسمه دواء اسمه الايميبرامين. دواء اسمه الايميبرامين او بينزل عندنا او الشركة الام اللي بتنتجه اه بتنتجه تحت اسم تفرانيل. تفرانيل ده عشان اعراضه الجانبية بس هو اقوى واحد. بس عشان اعراضه الجانبية اه ما بنرضاش اه ان مريض ياخده الا ازا فشل هزا الخط كله وما جابش نتيجة معاه. يبقى بتلخيص كده يا جماعة. اه اول حاجة زبط السكر وزبط التراكمي. اه تاني حاجة الفيتامينات اللي قلنا عليها الالا كارنتين والكو انزايم كيو والالفالايبوك اسد. واللي عاوز ياخد معاهم ملجة او فيتامين بي 12 حقن يبقى كويس. بعد كده بنخش على الادوية عندنا دواء الدولوكسيتين. وده موجود في السيمبلتا والدولوكسيبرين. وبعد كده عندنا دواء من عائلات اللي هي مضادات الصرع اللي جابها بنتين. وبعد كده كمان عندنا اه دواء من سلاسي الحلقات المضادة للاكتئاب اللي هو الاميبرامين. طبعا التلات عائلات من الادوية اللي ما باخدهمش مع بعض ابدا. واحد منهم بس هو اللي بيتاخد. وازا ما جابش نتيجة معانا بناخد التاني ما جابش بناخد التالت وهكذا. اه يعني ده ملخص بسيط عن اه كيف نعالج التهاب الاعصاب السكري. لان كتير سألوني على الموضوع ده. والى اللقاء في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.